في يوم من الأيام اتفاجئ الرئيس محمد أنور السادات بتصال من البابا شنودة البابا شنودة كان متضايق جداً وقال له لو سمحت يا ريس اتدخل وامنع كتاب الدكتور مصطفى محمود الجديد فترى ايه حكاية الكتاب اللي أخضب البابا شنودة من مصطفى محمود واللي طلب انه يتمنع من النشر خلينا اقولك في البداية ان الكاتب والمفكر الدكتور مصطفى محمود كان صديق شخص لرئيس السادات السادات كان بيحبوا وبيقدروا جداً لدرجة انه لما تولى رئاسة الجمهورية السادات اتكلم مع مصطفى محمود انه عايز يدرس كتبه في المدارس للطلاب وقال له كتبك دي هتخلي عيالنا تفكر شوية انا عايز اخلي الثقافة ونظام التعليم في مصر قريب من النظام الامريكي لانه بيعجبني جداً وعشان كده السادات طلب من مصطفى محمود انه يعيد طباعة كتاب اسمه الله والانسان لكن مصطفى محمود رفض وده لان الكتاب وقت اصداره عمل مشاكل كتير جداً اذكر اللي كان بيتناولها الكتاب واللي اعتبرها ناس كتير جداً انها خرج عن المألوف وما تصحش لكن مصطفى محمود وعد السادات انه هينشر كتاب تاني هيوضح فيه كل اللي الناس اختلفت عليه في كتابه الاولاني الله والانسان وفعلاً مصطفى محمود كتب الكتاب الجديد ونشره وسماه حوار مع صديق الملحد ايوة هو الكتاب المشهور جداً ده حتى لما قرأهوش يعرف الكتاب ده كويس لانه يعتبر اشهر كتب مصطفى محمود واكتر كتاب ليه تم تداوله وساعتها السادات رحب جداً بالكتاب وسمح بنشره لحد هنا والعلاقة بين الاتنين ماشي كويس جداً والسادات بيسمح لمصطفى محمود انه يعبر عن افكاره بحرية وبيدعمه وبيسنده كمان لكن الكلام ده ما استمرش بسبب كتاب تاني كتبه مصطفى محمود وكان عايز ينشره وساعتها السادات منع نشره وقال له بلاش مش عايزين مشاكل يا درش الحكاية اللي ذكرها مصطفى محمود في مذكراته بدأت لما البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريارك الكرازة المرقسية اتصل بالسادات وهو مندايق جداً وطلب منه انه يتدخل فوراً ويمنع نشر اخر كتاب كتبه مصطفى محمود بسبب فكرته والكلام اللي فيه الكتاب ده كان مصطفى محمود بيتناول فيه اخطاء الانبياء وكان سردها بشكل تاريخي وقصصي وكمان كان بيحلل الاخطاء دي وبيوضح اسبابها من وجهة نظره وده بالزبط كان سبب طلب البابا شنودة من السادات انه يمنع نشر الكتاب تماماً ساعتها السادات استجاب لطلب البابا شنودة وتواصل مع الدكتور مصطفى محمود وطلب انه يجي ويقابله وفعلاً وصل مصطفى محمود وقابل السادات السادات سألوا عن الكتاب الجديد وايه موضوعه وافكاره فبدأ مصطفى محمود يشرح السادات موضوع الكتاب وساعتها السادات شاف ان البابا شنودة معي حق وقال لمصطفى محمود بلاش نرشر الكتاب دا يا درش احنا مش عايزين مشاكل وفعلاً الكتاب ما تنشرش وما شافش النور لحد دلوقتي بسبب استجابة الرئيس السادات لطلب البابا شنودة لكن الحقيقة بقى ان دي ما كانتش اول مشكلة تقابل مصطفى محمود بسبب افكار كتبه لان زي ما البابا شنودة طلب منع كتابه من النشر الازهر الشريف خاض معركة قضائية معاه برضو بسبب كتاب من كتبه فاكر كتاب الله والانسان اللي اتكلمنا عليه في البداية ايوه هو ده لما مصطفى محمود اصدر كتاب الله والانسان الازهر هاجم الكتاب وافكاره بقوة واللي كانت بتطرق لموضوع الالحاد ساعتها الازهر رفض الافكار اللي بيقدمها الكتاب وقدموا تقرير للمحكمة ضده والمحكمة وقتها قررت مصادرة الكتاب وحاضر نشره تدوله لكن بالرغم من ده الكتاب تشهر شهرة وسع جدا بسبب المشاكل اللي كانت عليه وكانت سبب في شهرة اكتر برضو للدكتور مصطفى محمود اللي نشر بعد كده كتاب حوار مع صديق الملحد عشان يرد بنفسه على الافكار اللي اتناولها في كتابه الاولاني الله والانسان